السلام عليكم هذا الفيديو ميرو هذا اجابة لبعض أصدقاء في تعليقات لماذا لا نرى ميرو و لماذا لا يوجد فيديو ميرو يعني لا يوجد فيديو ما التي أظن في القناة مؤخراً لا يوجد فيديو لأخوان تساءل ميرو لماذا لا يوجد فيديو ميرو ما شاء الله مشال المرة كما أنظر قاتلة لأن الدمراء أسهل من الشرق على السلسة ما يتشاره يعني سهل يمكنت لتهدف من الشرق الدربة قاتلة حياتيا حياتيا نظرها بالرأس كما تشاهدوا بالمرو ما شاء الله يعني ما كانش من ناصيب هذا ولكن انا غير رجع نحضر على الميرو والتفصيل يعني انا نحضر على اللقطات اللولين ونحضر على هذا الميرو اللي هرب وشنو العلاقة عندهم بعد الموضوع اللي نجبل للميرو في هذا الفيديو كما كتشوفوا يعني الصفاوة لفيزيبليتيم زيانة يعني ما شاء الله يعني من كتكون الصفاوة راها كتصيد اول حاجة مرتاح كتتمتع وثالث حاجة يعني كتشوف الاسماك مزيان اول اخس الميرو كما كتشوفوا عدري اللوباغ ما شاء الله يعني كما قلت لكم يعني من كتكون الصفاوة الاسماك الميرو كيبغي يعيش يعني كيبغي يعني اللي بغيت تصيدة لي خاصة تكون صفاوة يعني خاصة كتشوفو انت قبل ما يشوفك هو وخاصة كتشوفو انتو يشوفك هو يعني خاصة كما كنقولو كتجدل يتقى على خاطركم المسائل كما كتشوفو نواعد الميرو ما شاء الله يعني كما كتشوفو نواعد الميرو ما شاء الله يعني شتو ضربتو لكن الكاميرا ما كانت تخدمها حتى ضربتو على خدمت الكاميرا كما كتشوفو يعني الغبار اللي كان في الجحر ديالو كما كتشوفو يعني كتشوفو يعني كتصيد مرتاح كتكون كثيرة كتتمتع مزيان في المصيد يعني كتشوف المصيد مزيان كتشوف المهم كتكون عندك وعد المتعبعدة في الصيدة أبار الحصيلة يعني في الصفاوة عندنا دور كبير دور كبير وبزيف كما كتشوفو تصفاوة نادرا فش كتكون وهادي كانت نار 22 22 مية يعني في مية الحصيلة والخارجة يعني الثواريخ راجع اليوم في في الهاتف للصور يعني كتب عندي لذكره كتشوفو يعني الموضوع دياليوم هو الميرو الاسباب اللي ما كتخلينيش يعني كنحطوه في القناة هي كين ثلاث الاسباب السبب الاول والرئيسي يعني الميرو ما كنصوروش بزاف اولا لانه مشي بحل الاسماك الثاني يعني مشي كتبش المصيد اللي مجموعة في الاسماك وكتلقاها في نفس المصيد يعني نادرا فش كتلقاها في المصيد اللي مجموعة في الاسماك بزاف كتقدر تلقاها سماكة ولا جوج ولكن إلا كانت تصفاوة مزيان وبيت فقد تقلب عليها ركتضرب على مسافات بعيدة يعني كنشوف الصخور في مكينو وكنبقا غري مع سلسولة الحجر يعني مع الحافة دي العمق دي الصخرة كنبقا غري مع الجناب دينا وكنبقا نقلب عليها حتى تلقى شي واحد يعني ممكنش تبقى ديك الوقت كامل وأنا مخدم الكاميرا مش ما تشارجاش والوقت اللي كتلقا شي ميرو انفوا كتبغيتش تزيدك وتحط على البوطنة باش تشعل الكاميرا فارك الموفمون يعني كي يرد معك والبال بزاف يعني كي يشوف كأنك تدير ذات الموفمون كي يقدر يهرب لك السماك يعني ضعو ليا العديد من الاسماك بعد طريقها يعني كنكون كنسيد واللحظة اللي كتبها لي السماكة يعني كنبقا نخدم الكاميرا باش نضربها كتضيع لي السماكة كان ولي لا انا بالفيديو لا بالسماكة اخر الشي اللي كي خليني انني ممكنش كنتصور يعني مدة طويلة كتقطعك تصوير تصوير خليش يعني الترعي يعني كي يكون بكاترة وما كي يهربش منك خليش الكوربين لانك كتشل مصيد ديالو كتكون عارفة فين كيناء بالضبط اللقطة اللي انتك تكون هابط بك كنخدم الكاميرا يعني بفوق المقبل السورفاس وكنه بط القيتها يا ديك ما القيتاش رامني كنساري كنسى لك نسيبريم هذوك الفيديو اللي كيكونوا الوقت ديالهم قليل اه والمهم يعني في المسألة التالتة في الميروق هو ان بعض الاخوان يعني كتبالهم بحلش سماكة مقدسة بحلش سماكة اللي منوع ان الواحد خلص يصيد يعني وراء ما كيف فرقوش ما بين ان وراء عنده وعد المدوق الممنوع فيه يعني في جويو يعني شهر سبعة وثمانية فترة الراحة البيولوجية دياله يعني خاصة تحتارم ودول اشكالي كان عندنا في المغرب يعني كان فرق ما بين وعد الحاجة اللي خاصة تحتارم وعد الفترة دياله وما بين انها ممنوعة يعني كيوليوا الاخوان اللي معك يعني في نفس الهواية ومالي كي يحاسبوا مالي يعني ان راكينين سلطات يعني اللي مختصة يلي كتقنن الهواية وحتى قوانين واي واحد يعني ما كيحتارماش راكي يتلقى يعني العقاب ديره هنا كما كتشوف هريسة ما كتلميرو هذه الدربة يعني كان في الجحر الدربة يعني ما كانتش قاتلوه لكن دربة مزيانة ديالرأس كما كتشوف شو الغبراء يعني اللي خلاف الجحر يعني تخيلوا ده بيكون مقفل الجحر يعني غترجع خسكوعة الساعة أو لساعة ومص عادة بمصفة الغارة يعني ممكن انك تعود تضربه ولا تعود تجبده ولا يسعي في الميرو الحمد لله يعني من دربته قتزير عليه بذيك الساكاميرو بلابوي روا الدور ديالا فش كتزيرها باش مني كيتتحرك ويخرج من الجحر ما كيلقاش كيفاش انه يعود يرجع للجحر ولا يدخل شي جحر تاني هناك ما كتشوفوه وكيبقى معلق ما بين المولمق وكيبقى غادي يعني ما عندوش فين غادي كيفاش غلي يدخل للجحر ولكلا رخيسي لالخيط ومدرش لالك لابوي يعني الساكاميرو رك يدخل الغار اخر يعني يخرج من هذك ويدخل واحد اخر ولي في هذك يلقى راح توفي يعني كيتتخبم زيان الدور ديال هذي وانه منيك تحرك يتزعزع يعني كيبقى يخرج شوية صف كيبقى في ذلك النبو اللي يخرج فيه هذا الشيش كيستهل لك المأمورية ودو الدور ديالالالابوي يعني كنتسم الساكاميرو يعني ارجاع المأمور يعني كنتسم الساكاميرو يعني كين فترات يعني الراحة البيولوجية ذياله هي شهر سبع وثمانية خاصة تحتارم يعني بشاة السمكة تبقى يعني تكعترم ولكن لكن ما قلتلكم يعني الغريف الأمر عن الإخوان يعني كل واحد ما كيكراش يشوفه في فيديو واج بحلاكة يشوف كتفراء يشوف في الصور ولكن في نفس الوقت كيقول لما خاصك تصيده رجميع انواع الاسماك را عندها فترات للراحة البيولوجية. اي سماكة. اغلب الاسماك اللي مهددة بالنقيرات. اللي هو خمزة كثيرة يعني مهددة. مثلا هدروحنا يعني مثلا غير الاختبطة او كثير بعض الدرجة اللي ما تصورش ولكن عنده بعض الفترات للراحة البيولوجية. يعني للوقت كي يبيض فيها كيفقص لبيت دياله وكي يكبر شوية. عادة باش السنة الموالية يعني كتكون حاصلة مزيانة. اه كين انواع ديال الاسماك التانية يعني كل حاجة الطونق. مثلا احنا را منو عنا صيده في المغرب. عنده عادة الفترة ديالة اللي كي قدروا يصيدوها فيها. ولكن لطول السنة كتكون يعني في العالم. اه كين بعض الاسماك هلو وعد الأخ وعد فعض الكمونتار يعني كان اهدرت انا على الدرعي. واهدرت انا را فترة التزاوج دياله يعني انا قدروا نشوفوه بكترة واننا قدروا نصوروه ونصيدو منه. الماكسيموم را قد صيدة ربعة الحوتات خمسة سسة يعني جوج حوتات كل واحد وشحك يقدر صيد الماكسيموم. ولكن من قلت الفترة التزاوج يعني دار وعد الكمونتار يعني لها علم له يعني يعني بدل هواية يعني داخل عليها. يعني قال وعد الكلمة خيبة وقال يعني ما خلوه يعني البيض الحوت يبيض على خاطر والمركب يشغل له. يعني ما عارفش اننا را للك الفترة يعني هي اللي كي يستغلوها الصيادة يلي يقدروا يصيدوه فيه. ولك السمكة اصلا غير مهدد لبن القيراد يعني ما مكينش مشكل يعني. يعني للك الفترة اللي يقدروا يصيدوه فيه اي واحد. لمن ناحية البلونجورة. لمن ناحية سحب سبيلينج. سحب القصبة. سحب الفليك. سحب يعني جميع الصيادة انك تسنو ديت فترة. سبح الله العادي. بساتر ديك الدرعي. فين كي تخبه ولا فين كي يبشي. الله اعلم سواحن ما عارف يعني. اه وخاعدنا فكرة. يعني اه فكرة يعني كما كنقوله يعني غير سطحية. النور كي يعيش يعني في وعد الكي يبشي وعد بروفوندور اللي يزيد شبيا. اه كي يقدر يعيش معني في 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 الغيس يعني ما عندوش مشكلة يعني الولايس تليفهم الاسماك. اه هاد ولكن في لفترة عادة كي يخرج عدنا. كما كتشوف الاخوان يعني السمكة الميرو ما شاء الله. ما شاء الله. ما شاء الله. اه سمكة. اللي رائعة. اه. اه. يحصل لي الشرف انني يعني كان صيدة. يعني العديد من قطع صيانين اللي كي يتمنى يعني كان اللي كي مارسد هواية اكثر من عشرين سنة ولا اكثر من ثلاثين سنة. وكتلقى ما يعني ما مصيشة السمكة الميرو بالعخص. مش هي في ضرورة الميرو. ولكن عندي وعد صديق يعني يعني. يعني كتر من ثلاثين سنة. وكي زاولد الهواية. اه. نفس الاماكي اللي كن صيد فيهم الكوربين كي بشيريهم. ومعمروا ما حصل لي الشرف انه يشوفها مرة واحدة في حياته. يعني السنين. شحال هذا. يعني السنين الاخيرين وعد 10 سنين و 15 سنة. معمروا ما شاف الكوربين. يعني ان نرى نفس المصايد اللي كي يقدروا يووي بشيرهم كنمشيرهم حتى انا. ونفس المصايد اللي كنصيد فيهم انا الكوربين يعني تموك يصيد فيهم. يعني هذا هو الغارب. يعني يعني هنا فينك تبقى يعني كل واحد والزهر دياله كما كنقوله. والتيسير كيبقى من عند الله. كما كتشوفوا يعني هدية السمكة. عندي فيديو اخر ان شاء الله. يعني نحاول نحطوا ليكم ديال الميرو. غتشوفوا يعني منيك تضربوا عد سمكة سهلة ركجبدة سهلة. يعني كما لكم في الوراعة اسهل ما تشترعوك. ولكن إلا ما ضربتها الشي ضربه مزيانه. ركا تعدبك. هم ممكن انك تأدي بال يعني يعني تأدي للموت. بهذه الكلمة يعني وخاص عيبه ولكن هذا شي لكين. الميرو. يقولك الميرو هو اللي قتال الغطاسة ولا يكره الغطاسة اللي قتله روسهم. يعني إلا ما إلا ما دارش حسابه واداك ولا ضربوا عد السمكة. والأخاص كما كتشوفوا يعني السمكة أصلا كتكون كبيرة. كتكون يعني نادرة في الصيد دياله. ينفوه كيدربها الغطاس كيشوفها كيدربها في أي جاني كيدربها في الدار دياله في أي بلاسة. كيبقى يطلع ويهبط يطلع ويهبط. حتى كنت توقع الكاريتة اللي ينشجي الغطاسة كاملين إن شاء الله اللي ينشجي الجامعة. هذا الشي اللي كانت تمنى وهذا الشي اللي سوف ندير الفيديو الثاني دياله. فيه شي واحدين لمسايدين ساهلين. وفيه شي واحد يعني العقوبة دياله. كيف يوقع لكم معه. بالعكس من الباضيخ والباضيخو كتصيده ساهل بحال هذا كما كتشوفه. يعني الدربة كانت مزيانة. دارش تلت دورات والأربعة. يعني كتبه لك أنه رمات ولكن ما كانت من نصيب. سمكة الباضيخو ما كانت من نصيب يعني ضاعز. هذا كما كتشوفه هنا كيف حابط. يعني بحالة المصايد اللي كتكون ديال الشامة ديال الدانتي. يعني البوريكيتة يعني كتكون عارف رسكرة المصيدات. هبطلي داروري ان شاء الله ما تلقى مع شي سامكة. هذا الشي اللي كتبقى تخدم الكاميرا. يعني اللحظة اللي كتكون عبط. وهذا الشي اللي أغلب الفيديوهات ديالي. كتلقوا فيهم يعني البوريكيتة. تلقوا فيهم الشامة الدانتي. الكولبين بالساف. وساغطنبو. كشاش الميرو مكيكونش بالزاف. يعني دائما حتى كان هبطل المصيد. كنكون عارف رسكرة المصيدة. كنكون عارف رسكرة المصيدة. لكن كما تشوف هنا كانت هنا أسماك الدانتي. مجموعة لأسماك الدانتي. هنا الفيزي طويل. في متر وثلاثين. كرة الصندوات يعني تريبل صندوق. والفيزي إن شاء الله تقود تشوفه في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. هذا كان هبط. منك تكون صوى مزيان. ومنك تكون هبطل الدانتي. ولا شامة. بالأخص. لكن تشوف هنا المسافة بعيدة من. وهذا هو الدور دي الفيزي منك يكون طويل. وإن شاء الله. يعني يكون فيزي مزيان في الصيد. يكونوا كاميرات مزيانين يعني في التصوير. لأن الكاميرا غير سينكليك تكن في المبيع. الكاميرات الجداد إن شاء الله. هكين الأونز والدوز إن شاء الله. هكين الأونز والدوز إن شاء الله. حتى في الفيزي في الفيزي الأونز والدوز. ويكون صديق ديالي. وان شاء الله منك يدخل معي وراي في الميني. ومن كون فيديو إن شاء الله. مكتمل من جميعنا واحد. وإن شاء الله نزيد على الحصيل. وعدم gradeم يشأة إن شاء الله في الفيديوات القادمة. يكون فيهم تنوع في المحتوى المحتوى الأساسي هو الصيد دروري يكونوا في الفيديو ونزيد عليهم إن شاء الله الجديد شاء الله نخليه لكم إن شاء الله مفاجأة وعادة سنرى الأماكن اللي ستكون فيهم شوية صفحة وقت باش يكون الفيديو رائع يعني بعد الفيديو مثلا نعذر في الصعوم زيانة ولكن هنتمنى إن شاء الله يكون فيه معلومات كثيرة ونحاول إن شاء الله نصيد الإخوان يعني في أعماق صغيرة يعني أنا كان عشاق للأعماق الكبيرة ولكن أغلب الجمهور يعني بالأخص للناس الممتدئين الجمهور اللي كيندابرون الجمهور اللي يكون إن شاء الله من بعد يعني غي يدخلوا الأغلبين الممتدئين لغي يعرفوا بزيب المعلومات يعني نحاول أن نبدأ معهم من جديد يعني هذا الشيئ لأن نخصص لهم موعد الحيز كبير للأعماق الصغيرة إن شاء الله ولأن كان حساب لي المعلومات يعني كين أصدقاء آخرين اللي كي بارتجوها كان نظن أنها واصلة الجمهور ولكن في بعض الإخوان يقولك نسمعها من عندك ونشوفها من عندك يعني ركسيرا إن شاء الله نخلي لهم أي كل محتوى متنوع وفي الفائدة وفي الفيديو وفي الفيديو وفي الفيديو هنا كيف تعرفوا يعني أدرت على المسألة الأول والمسألة الثالثة ونسيت المسألة الثانية كيف تعرفوك أنا أصدقاء فلاطلونتيك فلاطلونتيك يعني الحمد لله يعني وعندنا الميديتراني البحث الأبرياد المتوسط ومحاية الأطلسي أنا أصدقاء الأطلسي في وسط المغريك يعني كين الشمال محاية الأطلسي وكين الشمال وكين الجنوب يعني الشمال في أسماك الميرو الحمد لله موجودة تكونت في أعماق قليلا موجودة عكس شمال المغربي يعنيت في أعماق صغيرة ولكن لا يزي تماما وشمال بعكس الشمال والمغربي يعني هكي يوجد فيها ولكن في وسط المغربي سفاوانا تكون قليلا وأسماك نادي أسماك الفوانophore فإن أقرب ولكن diciendo المأجب على بعض.. هكي أمر يعني في مصلحة ،خب reveal يصحب و المسألة الثانية هي جحور صعيبة بشكل جحور سماكة الميرو من يجب أن تتعرض عشرات المرات قبل أن تضرب سماكة الميرو يجب أن تضربها القادية كما ترى في الفيديو سماك الأولى المحبوبة هي الكوربين كما تعرفون والسماك المحبوبة الثانية هي الروكور سنضرب غير شرعه مثلا يكون فاعل الوزن كبير الثانية هي السماك المحبوبة لا لساغطانبو ولا الدرعي لا أي سماك كانت سنقلب على الروكور شخصي دائما لا نقلب على أكثر وتوفيق الجميع ورمضان كريم لا يستطيع الوزن كما يستطيع الوزن كبير المسألة المهمة هي السلامة قبل كل شيء اردوا البال بزاف ومع السلامة موعدنا للأسبوع القادم مع فيديو جديد موسيقى